الشبيب الرياضي القاروني كان معانا عبر الهاتف مساعد مدرب الشبيب القاروني ورسميا الشبيب تتبت كل من اسليم المزلين وعيسام الدخلي بالنسبة للشبيب نذكر يوم غد هو عملية صحبة القرعة بالنسبة لكأس تونس لكرة القدم ما حكينا على الدفع الأولى لمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم في الجزء الثاني متابع لنتيج مباريات كأس تونس للدورة التاميدي الرابع انسحاب فريق حاسي عمر من لقاءه مع بعض بحاجة المبرمج اليوم وبالتالي ترشح بعض بحاجة الدور القادم كذلك قاعدة تتلعب حاليا مباراة اتحاد قسيبة المديوني وممثل ولاية القاروني المستقبل الاسبيخة هذه بالنسبة للمقابلات البرح كان هزم أمل بحاجة من تقادم ساقي تدير أربع مقابل سفر وكان انسحاب قبل ما نحكيه على البطولة الرابطة الثالثة مستوى ثاني خلينا نحكيه شوي على مقابلات كأس تونس مماثلين ولاية القارون رسميا ترشح بعض بحاجة للدور القادم كذلك الشبيب القاروني في انتظار ان شاء الله مستقبل الاسبيخة يكون موجود في الدور القادم مع الأسف خروج أمل بحاجة من سبق الكأس سي شكري بعض بحاجة ترشح بعد انسحاب حاسي عمر مستقبل الاسبيخة يلعب ضد اتحاد قسيبة المديوني مماثلين عن ولاية القاروني ان شاء الله على الأقل مستقبل الاسبيخة المماثل الآخر عن ولاية القاروني يترشح الدور القادم اكيد مستقبل الاسبيخة في التنقل متاعه لقسيبة المديوني لا يوجد صعوبات لكن لا يمنع الشيء الذي لديه خبرة بتاع الرابطة الثانية فريق نازل من الرابطة الثانية قادر بشي يتعدى من فريق قسيبة المديوني مقابل هذه المماثلين بتاع كأس كل شيء ويرد فيها نتاج كل حاصلة معناها ويردة فيها نتمنى وحظ طيب لفريق مستقبل الاسبيخة بالنسبة لبعث بوحجلة معناها بعد انسحاء بحشي عمر لقات روحة معناها متعدية من الدورة الرابعة الدورة تمهيدي الرابعة بدون ما تلعب مقابلة فريق أمل بوحجلة اللي هو ينتمي لرابطة القيروان يعني الرابطة الجهوية قيروان للكورة القدم وهو المتصدر في الرابطة استقبل تقدم ساقية الدير ونها زم قدامه بنتيجة أربع أهداف لسفر هناك تقريب العب قدامه مراهن جدي على الصعود تقدم ساقية الدير وفريق رابع معناها أمل بوحجلة ينقصوا نسق متاع المقابلات متاع الرابطة الثالثة هذك علاش كانت الكفة لصالح تقدم ساقية الدير بوان تقع تقريب عنا ممثل توا كسبنا إلى جانب شبيب القيروان وفما ممثل الثاني إن شاء الله يتمكن من ترشح فريق مستقبل السبيخة في مقابلته لقاعدة سير توا وحالين نهاية الشوط الأول 0-0 بين مستقبل السبيخة تحت قسيمة المديوني حالين انتلاق الشوط الثاني بين الفريقين إن شاء الله مستقبل السبيخة على الأقل يكون ممثل آخر عن وليات القيروان يكون متواجد في الدور القادم سيشكري باش نفسح المجال لأذين صالات العصر حسب توقيت مدينة القيروان ثم نرجعه نواصله للبلاتو ولمزين مواصل حتى الخمسة متلاشة ترجمة نانسي قنقر